اشتركوا في القناة العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس انريكي لم يسبق لي ان رأيت ظهير ايمن افضل من حكيمي اشهد الويس انريكي مدرب باريس سان جرمان بلاعب هاشرف حكيمي مؤكدان ان الدولي المغربي هو الافضل في مركزه كظهير ايمن وقال انريكي في جوابه عن سؤال بخصوص احقية حكيمي في الفوز بالكرة الدهبية الافريقية خلال المؤتمر السعفي الخاص بمباراة لانس يجب ان اعرف كل اللاعبين المرشحين لنيل الجائزة من بين جميع اللاعبين الذين قبلتهم لم يسبق لي ان رأيت ظهيرا ايمن افضل من اشرف حكيمي انه يكتشف نفسه وهو على المصاري الصحيح سواء على الجنب الكراوي او الشخصي واضف مدرب النادي الباريسي على الرغم من ان اشرف حكيمي لا يزال شابا الا ان لديه الكثير من الخبرة نريد ان نجعله لاعبا مرجعيا وهذا يأتي بالافعال اشعر انه افضل من الموسم الماضي عاجل باريسان جرمان تعلنها وتقرر خطف نجم المنتخب المغربي بخطوة جديدة لتعزيز صفوفه بلاعبين الشباب موهوبين يضع نادي باريسان جرمان الفرنسي عينه على اللاعب المغربي الشاب الياس بن صغير نجم نادي مونكو وفقا للتقرر الصعفية فان النادي الباريسي خطط لضم بن صغير خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة واطر تألق بان صغير اللافت للنظر مع نادي مونكو وانضمامه الى المنتخب الوطني المغربي اعجاب نادي باريسان جرمان الذي بدأ في مراقبة اللاعب عن كتب منذ عدة اشهر وتشير التقارير الى ان النادي الباريسي قد بدأ بالفعل في التحرك لضم لاعب الشاب وقدر نادي مونكو قيمة اللاعب صغير ب30 مليون يورو وهو رقم يعتبر في متناول نادي باريسان جرمان الذي لم ينفق مبالغ طائل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ويشهد نادي باريسان جرمان تحولا في استراتيجية الانتدابات حيث يركز النادي الان على ضم لاعبين شباب موهوب بدلا من التركز فقط على النجوم الكبارة وقد تجسد هذا التوجه في صفقة النادي الصيفية الماضية حيث ضم لاعبين شباب ويعتبر إلياس بن صغير أحد خيرجي أكاديمية نادي مونكو الفرنسي وتلقبه جماهير الدورة الفرنسية بكيليان بابي الجديد بسبب تجربه طريقة لاعب النجمين وأيضا على اعتبار أنهما انطلق من نفس الفريق وهو نادي مونكو وقد تم تصعيد إلياس بن صغير للفريق الأول في يناير 2023 وعلى رغم من صغر سنه إلا أنه أثبت نفسه كأحد أبرز الموهب الشاب في الدورة الفرنسية موهبة جديدة تسجل حضورها في قائمة المنتخب المغربية نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تغيير جنسية الرياضية للعب الواعد شمس الدين الطالبي من أجل حمل قميس المنتخب الوطني المغربي بدلا من منتخب بلجيكا وتمكنت الجامعة من إقناع موهبة كل بروش بحمل قميس المغربي بدلا من بلجيكا بعدما سبق للاعب أن مثل الفئات الصغرى لمنتخب بلجيكا خلال المرحلة الماضية ومن المرتقب أن يسجل شمس الدين الطالبي تواجده في القائمة القادمة لمنتخب المغرب لأقل من 20 سنة خصوصا وأنه سيأخذ غمر تصفيات كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 سنة التي ستجرى بمدينة السويس المصرية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 26 من نوامبير 2024 السعود هزوشي باكي بونو أكبر حافز لرونالدو عبر سلطان السعود لاعب الهلال السابق عن ثقته في قدرة الزعيم على الفوز بنقاط الديربي أمام النصر على ملعب الأول بارك ضمن الجولة التاسعة من دور روشن السعود للمحترفين ويدخل النصر الديربي وهو محملا بدغوط كبيرة بعدما خسر أمام التعاون ليودع كأس الملك بينما يحتل الفريق المركز الثالث بجذول ترتيب الدور برصيد 18 نقطة ومن جهته يخوض الهلال اللقاء وهو في صدارة ترتيب الدور السعودي برصيد 24 نقطة كما تأهل إلى ربع نهاي كأس الملك بعد عبور الطائي وقال السعود في تصريحة لموقع كورا الهلال في وضع مريح وإيجابي بعد استمرار كتبة الزعيم مع خصص في تقديم مستويات ونتائج وأرقام رائعة وتاريخية وتبع لعب الهلال الصابق على العكس يمر النصر في أخير ثلاث مباريات بتخبط فني وعدم قياس لأهمية الأولويات لنادي النصر بين الأسيوي والكأس والدوري وقد تعطر وأشار لكن في مباراة الديربي الحواف زلاد الفريقين موجودة خاصة النصر كون المواجهة على أرضه ويرغب في تقليل الفارق مع الهلال والعودة لطريق الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد الخروج من الكأس وأردف الهلال مع خصص أصبح لديه ثقافة كيف أكسب المباراة حتى وإن لم يكن الفريق في وضعه الطبيعي وأصبح الفريق لديه دافع وحافظ لكل مواجهة بالسبب ما تحقق من أرقام وأوضح لا شك أن رونالدو هذا الموسم لا يقدم المطلوب بسبب تقدمه في السن وكذلك وضع الفريق الفني وتدبدب أداء غلب اللاعبين وهذا لا يقلل من خبرتي وإمكانيتي ودائكاء كريسيانو وتم قد يكون أكبر حافظ له جخصيا محاولة التسجيل في شباك بونو بالدوري وهذا ما لم يتحقق له حتى الآن ويجعل من كريسيانو فعاليا ويخرج عن تركيزه في أكثر من مباراة أمام الهلال أيوب الكعبي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي في أولمبياكوس بتألقه في المسابقات الأوروبية بهدفه الحسن في مرمى فريق مال مصويد ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدورة الأوروبية بات النجم المغربي أيوب الكعبي على بعد خطوة واحدة من اعتلاء عرش الهدفين التاريخيين لنادي أولمبياكوس في المسابقات الأوروبية منسجلان رقما قياسيا جديدا في مشواره الرياضي ووصل الكعبي البالغ من العمر 31 عاما إلى 19 هدفا في 22 مباراة أوروبية فقط مع أولمبياكوس ليقترب بذلك من زنبيله المغربي يوسف العربي الذي يتصدر القائمة برصد 20 هدفا سجلها في 58 مباراة وعلى الرغم من عدد المباريات الأقل يظهر الكعبي أداء مميزا يجعله في طريق لكسر الرقم القياسي بفضل فعاليته الكبير أمام المرمى وفيما يتعلق بأدائه في الدور الأوروبي فقد سجل الكعبي هذا الموسم 8 أهداف في 13 مباراة بالإضافة إلى تألقه الموسم الماضي في مسبقة دور المؤتمر الأوروبي حيث أحرز 11 هدفا في 9 مباراة ليقود فريقه إلى الفوز بالبطولة هذا التألق يبرز أيوب الكعبي كأحد أهم المهاجمين في تاريخ الندي ويعكس دوره البارز في تحقيق الانتصارات وتسجيل الأهداف في المناسبات الأوروبية ومع السمرر هذا الأداء الاستثنائي قد يصبح الكعبي قريبا الهدف التاريخي لنادي أولمبياكوس في البطولة الأوروبية ليكتب اسمه إلى جانب كبار اللاعبين الذين سهموا في تعزز مكانة النادي اليوناني على الصعيد القاري